جرح ومعاقو جبهة حرض وميدي معتصمون حتى يتم تسليم رواتبهم تحت هذه اللافتة اعتصم هؤلاء الجرح التابعون للمنطقة العسكرية الخامسة أمام القصر الجمهوري بمأرب حتى تسليم رواتبهم المنقطعة منذ سبعة أشهر من قبل قيادة الجيش بحسب المصادر فإن عدد جرح المنطقة الخامسة فقط بلغ ثمانمائة وثلاثة وخمسين جريحة منهم مئتان وسبعون قررت اللجنة المشتركة من الجانب اليمني والسعودي أنهم معاقونة ولا يمكن إعادة اتحاقهم بالجبهات معتصمين ومبربين حتى يتم تسليم رواتبنا ومستحقاتنا لنا أكثر من سبعة أشهر أما مئتان وسبعة وثلاثون جريحة فقد قررت اللجنة أنهم تماثلوا للشفاء ويجب إعادتهم للجبهات لمواصلة عملهم غير أن اللجنة لم تصدر تصاريح عبور إلا لستة وتسعين منهم والبقية عالقون في مأرب لا يستطيعون العودة للجبهات ولا يتسلمون رواتبهم تبدو مشكلة جرح الجيش امتدادا للعجز الإداري وخذلان الشرعية والتحالف يعلم الجانب السعودي أن هؤلاء الأبطال هم من يحمون حدوده الجنوبية ويدفعون من أجل ذلك أرواحهم وعافيتهم لن يبدو الجيش مؤسسة واحدة على الأقل فيما يتعلق بالرواتب والجرحة فحينا يتسلم جنود مناطق عسكرية معينة رواتبهم فيما يظل جنود مناطق أخرى بلا رواتب وأحيانا يتم الاهتمام بجرح جبهة معينة فيما جنود جبهات أخرى يتمرغون في الخذلان واللامبالاة يصل الحال في بعض الجبهات إلى أن يظل الجنود نحو عشرة أشهر بلا رواتب في حين لا تتأخر رواتب قيادة الحكومة والجيش شهرا واحدا ما هي مشاغل رئيس هادي وفريقه في الرياض إذا كان الإهمال هو سيد الموقف في أبرز القضايا وأكثرها حساسية تجاه معركة التحريد هكذا يتساءل بعض الجنود الفريق علي محسن الأكثر دراية بالمؤسسة العسكرية وصاحب الكلمة العليا فيها تبدو بصماته غير موجودة في تأسيس جيش وطني احترافي في عموم المناطق المحررة خبراء عسكريون يقولون إن عملية بناء الجيش التي تجري منذ بدء مشروع مقاومة الانقلاب هي الضامن الرئيس للدولة الاتحادية ولعدم تفكك البلد إلى دولات منقسمة وما لم يتدارك الرئيس ونائبه ومن خلفهم التحالف على اختلالات القائمة في الجيش الآن فإن البلد سيظل عرضة لفشل الإدارة والمعركة معا